عندنا أبو غريب دائما يجون يقولون ألبان وجيش ما عندنا ألبان يابا ألبان أبو غريب من كانت تصنى بالبطالة مع الحليب لبيوتنا السبعينات والثمانينات كنا 14 مليون كنا 12 إلى 14 مليون اثنيا كان عندنا أبقار وكان عندنا مزارع ما كان عندنا شحة مائية هي عملية مترابطة تدري هسا هناك بعضهم يقول أريد عقد شراكة معه لإنتاج الألبان أقول له أوكي وين حق الأبقار مالك ومن ين راح تجيب والحليب من ين يجيبه شو راح تجيب باودر المدهش مثلا وترجع تخبطة ما ديش سمونه ونيدو وتسوي حليبه عملية معقدة يقول مو كنا كان عندنا المزارع المزارع كانت فيه أيضا نرجع للعودة على بدء كانت اشتراكية وكانت مزارع وكانت معمل الألبان أبو غريب يروح على هالمناطق الدائر مدائر بغداد ونقاط تجميع الحليب ويجيبها والحليب المبستر وكان هذا القنينة يعني اللي عمرهم الجوزي والأربعين ما شايفيها عملية متكاملة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر